بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى الحياة كلها تغيرات وخاصة في الوقت اللي احنا فيه التغيرات بس مش تغيرات في المناخ بس لا ده فيه تغيرات في البشر نفسهم احنا حصل تغيرات فينا مش بس اللي انتوا حاسينه بس في مسألة ان احنا مش عارفين الجو ده وتهو جو شتا ولا جو صيف احنا نفسنا ناس كتيرة مش عارفة هي مين وساعات التغيرات بتوصل لحد ان ممكن يظهر جيل احنا مش عارفينه ومش فاهمين عنه وعشان كده لازم نقعد ونتكلم مع بعض عشان نعرفه ده اللي حصل مع جيل اسمه جيل زد جيل زهر بعد الالفية وفي داية الالفية دي بدأ الجيل دوت ينفتح على العالم لانه الجيل اللي عاصر الانترنت والسوشيال ميديا كمان جات وزودت التفاصيل الكتيرة اللي في الجيل ده اللي احنا محتاجين نعرفه لازم نعرف ان سمات الجيل ده مختلفة كتير عننا طب ايه اللي بيخلينا احنا بنتكلم عن حلقات التربية نتكلم عن الجيل ده لان ربنا امرنا وامرنا امر واضح بل الانسان وعلى نفسه بصيرة اه صحيح العلماء بيقولوا ان ده وات خبر بس اريد به الانشاء يعني كن بصير على نفسك فاحنا لازم نكون بصيرين على انفسنا وعلى اولادنا ازاي هنقدر نتعامل مع ده لان بالمناسبة الجيل ده ما ينفعش ان احنا نقول بس ان الجيل ده التمر فيه زيادة بس ده تصطيح للمسألة اه صحيح ممكن دي تكون سمة من سماته بس هي مش بالضرورة بتحكي عن كل صفاته وعشان كده كان ضروري جدا جدا ان احنا نعرف الجيل ده ونعرف المداخل المؤسرة اللي ممكن تتناسب معاه فاحنا لازم نستخدم مداخل مناسبة جدا جدا للجيل ده تتناسب مع سماته تتناسب كمان مع زمانه ومع تفاصيل حياته واحنا بنرب اولادنا وبنعلمهم وانحنا بنعلمهم ازاي اقبلوا على الله يبقى لازم نعرف هم مين ونعرف تفاصيل شخصيتهم اللي هم بيعشوها دلوقتي لازم نكون عاون لأولادنا على الاقبال على الله وعشان نقدر نكون ده لازم عندنا شوية قواعد نقدر نتعامل بها مع جيل زد هذا الجيل انا هقول لكم على بعض سماته الجيل ده مش زي ما بيقول الناس هو جيل متمرد هو جيل اتعلم وتربع لانه ما يقبلش اي حاجة الا بعد ما يفكر فيها يعني هو جيل ممكن انت تحس انه هو فقد السقة لا هو عنده قضية اساسية ايه هي انا مش عابل اي حاجة من غير ما افكر فيها هو جيل ممكن انت تقول عليه ما عندهش نفس المسلمات اللي عندنا لانه عنده ان هو بيحب يكتشف الحياة بنفسه حتى لو الحاجة معروفة هو يحب يكتشفها بنفسه ليه لانه اتقاله كتير كلام كتير كتير على انك انت قمتك بانك انت تعرف بنفسك اذا الجيل ده جيل مختلف وحضرت النبي علمنا ان احنا نتعامل مع كل انماط البشر وخاصة في اولادنا علمنا ان لما حد يقول حاجة ما نوجهوش بالرفض مباشرة لا نسمعه ونسمعه بتروي ونسمعه كمان وهو بيقول ونكون حكماء في ده فعشان كده لازم واحنا بتعامل مع جيل زد عشان نساعده على الاقبال على الله لازم نخلي باننا من التغيرات اللي بتحصل لأولادنا خاصة في الفترة المراهقة اللي هتحتاج مننا حاجة اسمها جودة اطارة المراهق يعني ايه جودة اطارة المراهق المراهق يا سيدي مش مرحلة وصمة ولا خطر لكن دي مرحلة محتاجة مزيد من الرعاية والعناية فالمراهق بيلاحظ ان حياته بتتغير وتغير حياته ده مش بس بيبقى تغير فيسيولوجي عن مرحلة الطفولة اللي هو بيحتاج فيها الى الرضاع بيحتاج فيها ان حد يتم به لا هو بيحس انه هو بيدب فيه انه قادر انه يستقل ففكرة الاستقلال دي بالمناسبة جيل زد فكرة الاستقلال بتبتدي عنده من بدري ممكن تبتدي من سبعة وتمانية سنين فلازم نعرف ان تحدي الاستقلال ده تحدي اساسي عنده وعلى فكرة هم مش بيتنكروننا هم مش انه هم مش عايزين ينتسبوا الينا لا ده هم عايزين يستقلوا احنا فكرة الاستقلال فكرة مهمة وفكرة الاستقلال على فكرة شيء له وجهان الوجه الاولاني هو ان الاستقلال بتخلي الواحد يمارس مهاراته ويمارس قدراته بدري وده مهم جدا 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 وحدث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلى بعض الصحابة وهم صغر الزن زي اسامة يقود جيش فيه سيدنا اوبكر وسيدنا عمر وكأنه كان بيشور على عصرنا ده اللي احنا فيه محتاجين لخلي اولادنا يستخدموا مهاراتهم وقدراتهم بدري فبتبقى الاستقلال ده ليه الوجه الحسن اللي هو فكرة ان الواحد يستثمر ذاته لكن بيبقى فيه شيء تاني انه هو ايه انه ممكن يطلع من الاستقلال ده التمرد او الرفض طب ازاي ده بقى نقدر نحسمه بتبقى الاشكالية لما بيستخدم المربي الولدية الرعية علىها يطلع التمرد اول ما يستخدم السلطة سواء كانت السلطة الحنينة اللي احنا بنسميها الولدية الرعية او السلطة الغليظة اللي هي ايه السلطة اللي فيها الانتقاد اللازع انت عمرك ما بتعمل حاجة صح لكن السلطة الحنينة لو اسمحت اغسل سنينك قبل ما تنام عشان ده احسن لك احسن لصحتك واحسن لحياتك واحسن لجمالك او فيه سلطة برضو فعلى طول ما بنستخدم السلطة مع شخص بيميل الى الاستقلال هو مش هيطلع منه غير الطفولة متمردة طب نعمل ايه احنا واضح ان احنا مش قادرين نوصل لأولادنا القيم والاخلاق زي ما كنا احنا بنعيشها